ترجمة نانسي قنقر ومعرض السفر العالمي 2024 المقام في العاصمة البريطانية لندن المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا في لندن حضور مميز لمملكة البحرين في معرض السياحة والسفر والذي بدأت فعلياته اليوم في العاصمة البريطانية لندن وتستمر لمدة ثلاثة أيام طبعاً نحن مثل كل سنة نشارك مع مملكة البحرين من خلال شركة بست البحرين في معرض السياحة في العاصمة البريطانية لندن ونسوق البحرين كوجهة سياحية ونبرم اتفاقيات مع شركات جديدة من خلالها نجيب مجموعات سياحية إلى المملكة البحرين أو من خلال السفن السياحية التي ترسي في ميناء خليفة في مملكة البحرين وشملت فعليات اليوم الأول جولة لسعادة السيدة فاطمة بنت جعفر السيرفي وزيرة السياحة حيث أكدت سعادتها أن مملكة البحرين تواصل خطواتها الثابتة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة هذا العام تبدو المشاركة البحرينية استثنائية حيث تعرض عدداً من المبادرات السياحية النوعية من خلال مشاركة عشرات الهيئات وشركات السياحية في المملكة تعتبر المعارض الدولية من أهم منصات الترويج لهيئة البحرين للسياحة والمعارض لإبراز مكانات البحرين كوجهة سياحية وطبعاً نحن متواجدين اليوم في سوق السفر العالمي اللي تتواجد فيه الهيئة بشكل سنوي مع شركاتنا الاستراتيجيين اللي منهم الناقلة الوطنية طيران خليج ماجلس تنمية الاقتصادية ومركز البحرين العالمي للمعارض وطبعاً شركاتنا في النجاح اللي من القطاع الخاص اللي هي الفنادق وكلاء السفر والهدف من المشاركة في هاي المعرض هو إبراز هويتنا وثقافتنا اللي تعتبر من أهم العوامل في الجذب السياحي وطبعاً المشاريع والفعاليات وطبعاً من أهم الفعاليات اللي نروج لها هي الفورميلا وان سباق البحرين في شهر إبريل والمشاريع الاستراتيجية منها بحرين سيرف بارك ومنتج أحوار بايمانتس إن شاء الله بيانطلق بيفتتح في نهاية هاي السنة وزار الجناح البحريني المئات من رواد المعرض فيما أثنى أغلب الزوار على الخدمات السياحية المميزة التي تقدمها المملكة ما يجعلها وجهة سياحية فريدة حضور فريد ومشاركة بحرينية مميزة في معرض السياحة والسفر بلندن هذا العام واستحفاوة بالغة من رواد المعرض محسن حسني تلفزيون مملكة البحرين لندن